السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات كورس البلانينج باستخدام برنامج برامفيرا بي سيكس المحاضرات اللي فاتت تتعلمنا ازاي ندخل انشطة الستركشور او الكونكريت وكمان دخلنا انشطة الفينيشينجز تمام النهاردة ان شاء الله في محاضرة النهاردة هنتعلم ايه هي انشطة الالكترو ميكانيكال سواء بلامينج او الكتيريكل او اتش فاك وندخلها على برنامج برامفيرا تمام هنبص بص الاول على البي او كيو نتعرف بس على الانشطة ونشوف توصفها في البي او كيو ماشي ازاي عندنا الميكانيكال ووركس البلامينج ووركس عندنا الووتر سابلاي وورك والدرينيج تمام عندنا الووتر سابلاي اللي هو اعمال التخزية تمام ودرينيج اعمال الصرف سواء اعمال الصرف السحي او اعمال الصرف المطري تمام طيب احنا دلوقتي عشان ندخل انشطة الالكترو ميكانيكال اللي هندخلها ازاي انشطة الالكترو ميكانيكال اللي عموما بتتقسم لقسمين اه وخماتل ال born of proceed and final fix الف proceed مع اللي هو التاسيس ooh اللي بيتعلم على طول بعد ال backpack work وابده كده عندنا ال final fix init technologies which is already installed اللي هي ت 부분이 מאוד ميكانيها اللي هي بنركب فيها the fixations والكل الكلام دى اللي هي مثلا القطع الصحية الخلاطات هذا كلام تمام ده يركب في الاخر حالو الكلام خلينا هنا نبص على البي او كيو الواتر سابلاي سيستم عندنا كولد وهوت ووتر وفينت بايبس تمام يبقى عندنا الفيرست فيكس في الأعمال البلامينج هيبقى البيبس البيبس والفالبس تمام يعني البيبات أو الموصير والمحابس ده هؤلت بيبقى الفيرست فيكس هنا طبعا هو حاطة أنواع وأحجام الموصير تمام بعد كده عندنا البيبات التغذية تمام بتبقى بيبات خضرة بتبدأ مثلا من نص انش لحد انش ونص مثلا واثنين انش فالبيبات دي بيتم عزلها بعازل كده بيبقى لونه اسود بيركب على البيبات كلها تمام هنا هو بيقول لك البيبس انزوليشا تمام انزوليت اول هووت ووتر اندو كولد ووتر بايبس اللي هي بيبات التغذية يعني بيتم عزلها كلها سواء هوت اندو كولد كمان تمام طيب عندنا بعد كده عندنا ايه غير البيبس عندك مثلا هنا الكيتشن ناسينك اللي هو الحوط بتاع المطبخ مثلا عندك الجاكوزي عندك الشاور كل ده بيركب في الاخر تمام تمام طيب هنا عندنا الكتريك ووتر هيتر وعندنا ووتر فيلتر وعندنا بامبس مضخات وعندنا كمان الدوميستيك ووتر تانك اللي هو الخزان الرئيسي اللي هو بيركب على السطح من فوق على التوب روف من فوق الحاجات دي بتركب امتا سواء البامب او الفيلتر او التانك او كل الكلام ده دول بيركبوا بعد تشطيب المكان اللي هما بيركبوا فيه سي مثلا احنا عندنا البامبس والفيلترز والووتر هيترز دول هيركبوا على في غرفة بتبقى موجودة على السطح تمام الغرفة دي لازم تكون متشطابها بالكامل سواء ارضيات سواء حوائط عشان نبدأ نركب الحاجات دي لان انا ماينفعش اركبها والمكان مايكونش متشطاب هيبقى مشكلة عندي تمام فلازم نشطاب المكان ده وبعد كده نركب الحاجات دي طيب عندنا الووتر تانك يركب ازاي الووتر تانك يركب على الطوب روف من فوق بيبقى مكشوف منه للهوا مباشرة تمام فلازم الطوب روف يكون متشطاب يكون متشطاب وجهة يكون متشطاب أرضية معزول الكلام ده كل يكون خلصان تمام طيب عندنا ايه بعد كده السطورم ووتر سيستم طيب عن السطورم ووتر صرف المطري هو هو يعني نفس بيشتغلوا على التوازي مع البيباط الصرف عموما سواء بيباط الصرف الصحي بيباط بزاعة الحمامات كده كده الفريق اللي بينزل هو بيشتغل في البيباط كلها مرة واحدة بعد أعمال البلوكورت مباشرة تمام هنا بقولك البلومينج أكسيسوريز تمام بعد كده دخل على الهفاكوركس طيب خلينا الاول نروح على البريموفيرا هنقسم الو بي اس بتاع أعمال الالكترو ميكانيكا لكلها الاثنين دابليو اس واحد فرست فكس والتاني فاينال فكس تمام هنيجي هنا على الو بي اس نخش على الميكانيكا لوقس تمام هنيجي هنا تحت أعمال البلومينج وهنزود اتنين دابليو بي اس الفرست فكس والفاينال فكس تمام هنقول ده هنا فرست فكس هنزود واحد كمان نطلع بره عشان يبقى على نفس الليفل معاه هنقوله ده هنا فاينال فكس وهناخد الاثنين دابليو بي اس دول هنحطهم واحد في الاتش فاك تمام وهنحطهم كمان في الالكتريكال تمام يبقى احنا كده زبطنا الدابليو بي اس بتاع أعمال الالكترو ميكانيكال بشكل عامل طيب احنا ليه ما عملاش الكلام ده و احنا بنعمل الدابليو بي اس في اول محاضرة لان انا مش عايز علمك ان انك تبدأ تشتغل بالطريقة الايديال لأ انت ابدأ اشتغل معاك بالمعلومات اللي انت عرفها وبعد كده وانت شغال وانت بتعمل البلان واحدة واحدة بيبدأ يتضح معاك حاجات فانت كل شوية بتعدل في الدابليو بي اس حسب اللي انت محتاجه تمام نرجع بقى على الاكتيفيتز ندوس اففايف مني هنا نخش على البلومينج كما انتفقنا سيبقى ايه البيبينج بشكل عامل تمام يبقى سيبقى عندنا بيبينج وفالس تمام كل انواع البيبات بقى اللي عندنا تمام بعد كده عندنا الفينال فيكس سيبقى كل الحاجات اللي بقى سواء الووتر هيتر البومز الفيلترز كل الكلام ده وطبعا الفيكسيتشورز والاكسيسوريز يبقى هنا هنقول له الالكتريك وووتر هيتر تمام وبعد كده عندنا البومز والفيلترز والفيلترز وبعد كده عندنا الفيكسيتشورز الفيكسيتشورز والفيلترز والفيلترز وطبعا خطأ جسيم احنا حطينا هنا انشطة البومينج في الالكتريكال فهنعمل كده البيبنج هنخطه كنترول اكس هنضع هنا تحت البومينج وهنخطه لنعلم عليهم بالشفت كلهم كنترول اكس نحطهم في تمام تمام حلو الكلام نخش بعد كده بقى على انشطة الاتش فيك طيب الاتش فيك الاتش فيك اللي هي اللي بتبقى الوحدات بتاعت التكييف تمام بتبقى عبارة عن شيلرز صغيرة لان طبعا المبنى كله بيبقى مثلا حوالي مثلا خمسين تن ستين تن يعني فاليونتس بتبقى صغيرة مش زي الشيلرز الكبيرة اللي بتبقى في المولات والمجمعات السكنية الكبيرة تمام طيب اليونتس دي بيتخد منها داكتس تمام وبعد كده البرتكال داكتس بتتوزع في كل دور الورزونتال داكتس تمام والهورزونتال داكتس دي بعد كده هي اللي بيمشي فيها الهوى تمام بيبقى انا عندي اليونتس فوق على الروف او الطوب الروف بتمد المبنى بالهوى الهوى بيمشي في الدكتات سواء البرتكال او الهورزونتال تمام وبعد كده بعد ما منركب السقف المستعار او بيتم تركيب بعد كده بقى اللي هي الفينيشينج بتاعت التكييف نفسها اللي هي بتبقى عبارة مثلا عن الجريلات الدفيوزرز اللينيارز مثلا فإحنا دلوقتي عندنا الفيرست فكس عبارة عن الاسي يونيتس والدكتس تمام وعندنا الفينال فكس اللي هو الدفيوزرز تمام وبعد ما بيتركب الدفيوزرز بعد كده بقى بنيجي في مرحلة التشغيل الأوبريتنج بعد ما بنوصل طيار الطيار الكهربائي لما بيوصل للمبنى أثناء مرحلة التستنج والكوميشنينج بنشغل التكييف وبنعمله حاجة اسمها بلانسينج تمام البلانسينج ده طبعا هو بقى بالأجهزة بتاعتهم بيئيسوا كميات الهوا بين كل فراغ والتاني ويعني حاجة تكنيكال شوية طبع التكييف تمام فإحنا عندنا دلوقتي الاسي يونيتس وعندنا الوريزونتال داكتنج عندنا الدفيوزرز وبعد كده عندنا البلانسينج تمام لو عملنا سيرش كده سريعا عشان نشوف شكل الحاجات دي عامل ازاي في الطبيعة مثلا لو كتبت هنا اسي يونيتس تمام يعني هنا مسلا ده شكل من أشكال المكاين التكييف اللي بتركب اللي هي عبارة عن الكمبريسورز يعني بس كبيرة تمام ده شكلها تمام ممكن مسلا تتحط على السطح مسلا غالبا بتتحط على السطح يعني حلوة الكلام طيب لو صررشنا على الدكتات اجتي مسلا اي سي داكتس ده شكل الدكتات يعني ده شكل الدكت كده عندك ده شكل الدكت عندك اللي بيبقى ماشي في السقف بيبقى ماشي في السقف انت مش شايفه واللي عليه ده ده عازل عازل للهوى او عازل للصوت عشان بيبقى فيه اهتزاز ويبقى فيه اصوات وكده فالعازل ده ما بيخلكش انت تحس وانت قاعد في المكان بالاهتزازات وبالصوت ده لان ده الصوت ده بيبقى مزعج فده بيتم عازل الدكتات دي كمان بعد التركيب مباشرة تمام مثلا هنا الدكتات دي ممكن تبقى المونيوم ممكن تبقى ستنلستيل ممكن تبقى حديد حسب موصفة كل مشروع تمام يبقى احنا كده اخدنا بصة سريعة على انشطة الاتشفاك حلو الكلام نبدأ بقى ندخلها هنا على البرنامج تحت هنبدأ اول حاجة بالدكتينج تمام هنقول له دكتينج سواء بقى بقى هوريزونطة لهم كلهم بيبقوا مع بعض هو طبعا اول حاجة بيبدأ بالفيرتكال الاول تمام علشان الفيرتكال داكتس دي بتنزل في الابنينج والشافتات اللي بتبقى في المبنى نفسه تمام بيبقى فيه فتحات في كل دور دي بيمشي فيها الفيرتكال داكتس تمام يبقى اول نشاط عندنا هيبقى الدكتينج تاني نشاط عندنا هيبقى الاسي يونيتس تمام ده في الفيرست فيكس هلو الكلام ايه تاني عندنا في الفيرست فيكس بالنسبة للتكييف يعني ممكن نحط النشاط بتاع عزل الدكتات وممكن ما نحطوش تمام خلينا هنا نحطو هنخلينا مثلا داكتس انزوليشن داكتس انزوليشن طيب الفيرست عندنا بقى هيبقى عندنا نشاط خاص بالديفيوزرز دفيوزرز تمام ونشاط كمان خاص بالبالانسينج حلو الكلام يبقى احنا كده خلصنا انشاطة التكييف تمام فيرست فيكس وفينالفيكس طيب نبص بص بقى على انشاطة اعمال الالكتريكل في البيوكيو تمام انشاطة الالكتريكل عندنا لها الديفيجن ستاشر بتنقسم الى خمس او ست انشاطة رئيسية هنا حضط لك هنا كل التفاصيل تمام احنا مش محتاجين التفاصيل دي كلها احنا اللي محتاجينه انت عندك لما بتيجي تشطب مبنى كعمال الالكتريكل بيبقى عندك ايه الانشاطة الرئيسية بتاعته بيبقى عندك البوكيوز اللي بتركب في الحوايط تمام بيبقى عندك الالكتريكل كابلز والكابل تري اللي هو الكابل الرئيسي اللي بيغزي المبنى كله تمام بيبقى عندك بعد كده الكوندويتس اللي هي البيوات اللي بتتركب في الحوايط دي اسمها الالكتريكل كوندويتس تمام هذا الإكترار awhile ö której تركب على زبار و يركب عليها المفاتيح سواء بعد ذلكλλا يصبح عشان العش бумダين هو سحب الأسلاك أو هو سبع تبع لما ثم HAS تحصلها ست slumpir بها و يحصل الأسلاك لتي أرغبها داخذ الأسلاك لي تضح 피ز المبنى ستقوم باتح 유زاء و باتحصل حسن موظم分 كبيره ، ستبع رأس في الحوايط جو المبنى تمام وبتوزع منها للبوكسات الصغيرة تمام اللي هي بيركب عليها بقى المفاتيح بعد كده والسويتش والكلام ده بعد الويرنج بقى بيبقى عندنا في الاخر اعمال بقى تركيب المفاتيح للسويتش وبعد كده بيبقى عندنا تركيب الإضاءات اللايتنج فيكسيتشورز السبوتات السبوتلايت الكلام ده كله بيبقى تمام طيب ترتبهم كده اختصاراً للموضوع سيكون ترتبهم Manage سيكون لدينا اول شيئ كبال تري تمام وcodua지도 بعد القاءة عندنا CANDUITS AND BOXING تمام بعد CANDUITS and BOXING نحن الإفزاءات و 나쁜 الإفزاءات تمام طيب الأعمال دي احد ايеть Kerry撲 دي احد ايضاً بعد مرحلة ABLSOWH طيب احنا في مرحلةors في صبت كل سأعزپ�� والسأسف سواء التكييف أو الكهرباء بيبقى في عندنا كل انشطة الخدمات تمام طيب احنا ليما منحطهاش في انشطة الهيكل لان هي بتبقى انشطة بسيطة يعني بتركب سليفز بتركب بوكسات الكلام ده فما مناخدهاش في عين الاعتبار واحنا بنحط بن او بندخل انشطة الهيكل تمام طيب خلينا بقى كده ندخل انشطة الالكتريكال اه في البرمافيرا بالترتيب كده مع بعض عندنا اول حاجة طبعا هيبقى الكيبل تري تمام بعد كده عندنا البوكسات الصغيرة تمام بعد كده عندنا الكيبل تري هيبقى عندنا البوكسات الصغيرة تمام بعد كده عندنا البوكسات الصغيرة تمام بتركب مع الكوندوتس قبل مرحلة البلاستر مباشرة تمام طيب وعندنا كمان البانال بوردز اللوحات التوزيع هي اللوحات اللي بتبقى موجودة في كل دور بتوزع للدور بالكامل تمام يبقى ده كده في مرحلة الفرست فيكس وعندنا كمان يعتبر يعني فرست فيكس برضو هو الويرينج ديفايسز ويرينج ديفايسز تمام طيب عندنا اي بقى في الفاينال فيكس عندنا السويتش تمام وعندنا اللايتينج فيكسي تشارس تمام هيا كده نبص هناكده نسينا حاجة خدنا الكوندوتس عندنا ديستربيشن اندرو بيكسز برضو خدناها الكابول تري غير الكابول تري عندنا الويرينج ديفايسز خدنا الويرينج ديفايسز بعد كده عندنا السوكت اوتلتز ده طبعا تبع السويتشز انكلوزد سويتشز اند سيركت بريكرز برضو خدناها البانال بوردز خدناها تمام خلاص اللايتينج فيكسيتشار اخر حاجة تمام احنا كده النهاردة دخلنا انشاطة اعمال الالكترو ميكانيكل ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب لو بتتابع الفيديوهات وبتستفيد اشوفكم في المحاضرات الجاية شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته